في منشور له على صفحتي الرسمية على الفيسبوك كتب الوزير الأول عبد العزيز جراد أنه سجل بكل غضب الأفعال الإجرامية المعزولة ضد المرأة في بعض المناطق معتبرا بأن هذه الأفعال لا تموت بصلا بأصلة المجتمع الجزائري جراد أكد من في ذاتي المنشور أنه أمر بتجديد الحراس على الإقامات الجماعية المعزولة ومعاقبة كل من يقوم بعمل إجرامي في حق المقيمات ويمس بأمنهن وسلمتهن